صحيح حازم يعني بعد حوالي يومين أو أكثر قليلا من هدوء نسبي على الجبهة الجنوبية اليوم عادت وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل التي شنت عدد من الغارات بين القطاع الغربي والأوسط وأيضا في القطاع الشرقي حيث نتواجد وربما كان أخرها على بلدة حولة في القطاع الشرقي حيث استهدفت منزلا لكنه كان خاليا من السكان ولم يسجل اليوم وقوع أي إصابات خلال الغارات التي شنتها إسرائيل على بعض البلدات الجنوبية نذكر منها في القطاع الغربي النقورة واللبوني وعلم الشعب وأيضا في القطاع الأوسط عيت الشعب وفي القطاع الشرقي استهدفت حولة وكفركلة أيضا المدفعية الإسرائيلية قامت بقصف عدد من البلدات الحدودية هذا من قبل إسرائيل أما حزب الله اليوم فنفذ ثماني عمليات طول الشريط أربع عمليات منها استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال وأربعة أخرى استهدفت مواقع إسرائيلية متعددة على طول الخط هذا بالنسبة للوضع الميداني أما سياسيا اليوم وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب تحدث عن الرد اللبناني على الورقة الفرنسية وقال إن الورقة الفرنسية جيدة فيها نقاط جيدة وأيضا هناك نقاط لابد من الحديث عنها أو ربما تكون نقاط خلافية يجب البحث فيها لكن رد لبنان على تلك الورقة كان بأن لبنان مستعد للالتزام بالقرار 17-01 في حال نفذت إسرائيل أو التزمت به بشكل مباشر أيضا أشار وزير الخارجية إلى أن لبنان أيضا يبد استعدادا لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في النقورة وهنا إشارة إلى الاجتماعات التي يقوم بها لبنان برئاسة اليونيفل مع أيضا الوفد المفاوض الإسرائيلي حول النقاط التي كان بدأ وتحدث وكان هناك أيضا اجتماعات وصل لبنان من خلالها إلى ترسيم الحدود البحرية سابقا إذن هذا الرد اللبناني على الورقة الفرنسية لكن هناك بعض المصادر أو المعطيات حازم تقول بأن هذه الورقة الفرنسية لا يبدي الأمريكيون تجاوبا معها أو لا يحبضون الاستمرار في هذا المسار الفرنسي خاصة وأن الأمريكيين أيضا لديهم مصار آخر عبر الموفد الرئاسي الأمريكي هوكستين الذي زار لبنان مؤخرا إذن هذه الورقة الفرنسية هذا هو رد لبنان عليها اليوم هناك مصار آخر يعمل عليه الأمريكيون ربما هذا المسار يكون له حظوظ أكثر من الورقة الفرنسية لكن الحديث عن نتائج لهذه المباحثات أو هذه الأفكار المطروحة ربما يكون من المبكر الحديث عنها خاصة وأن الحرب على غزة لم تنتهي اليوم ولم يتم التوصل إلى تهدئة هناك حتى ننتقل إلى الحديث عن اليوم التالي في الجبهة الجنوبية التي من المفترض أن تتوقف مباشرة بعد التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة